انتي ستة عظيمة ضياطي عمرك على بيتك وجوزك وولادك ادتيهم كل حاجة ادتيهم وقتك وصحتك واهتمامك وكنت مخلصة لكل اللي حواليك ما أسرتيش غير مع حد واحد بس نفسك انتي أسرتي معاكي وانسيتي نفسك انا مش بقلل منذورك واللي عملتيه بالعكس انتي بطلة والمفروض يتعملك تمثال انا كلامي مش موجه ليكي انا كلامي موجه لينا وللمجتمع ككل ماينفعش الستة دي ما تتقدرش دي تتشال على الراس ويتعمل عنها أفلام ومسلسلات لأنها يوم ما جت جت على نفسها انجازاتها ما كانتش أبدا شخصية كانت في بيت مش نقصوا حاجة وسند وظهر الكل الموجودين فيه كانت في وجع بيت دارة عشان ما تحسسش حد بتعبها كانت حضن دايما مفتوح للي بيحتاجه من غير ما يقول انه محتاجه راحتها دايما في راحت بيتها وولادها وجوزها ومهما كانت تعبانة وفيها كانت بتستحمل عمرها ما كانت تروح لدكتور لأن عندها مبدأ البيت أولى بس في الحقيقة هي أولى من أي حد هي اللي بتحس بالكل والكل مشغول بحاله ومحدش بيحس بيها وعمرها ما زعلت ولا قصارت ولا قلت كفاية بالعكس دي عندها استعداد كل يوم تقدم أكتر من لقدمتهم بارح وبعد دا كله نبص لها بص عادية ونقول عليها دي ست بيت بزي ما دا ينفع انت في الحقيقة مش ست بيت انت ست الستين